ساعات قبل حسم نتائج الانتخابات الرئاسية التونسية يتوجه أكثر من خمسة ملايين وربع مليون ناخب تونسي غدا إلى صناديق الاقتراع في أول عملية انتخاب لرئيس تونسي عبر اقتراع المباشر منذ الاستقلال بعد الإطاحة بالرئيس زين العابد بن علي مطلع عام 2011 وقد اختلفت أساليب الدعاية بين المتنافسين البالغ عددهم 22 مرشحا بعد انسحاب خمسة مترشحين لأسباب حقيقية حيث اعتمد بعضهم على الجولات في المناطق الشعبية والفضاءات العامة وفضل آخرون أسلوب حجد الأنصار في قاعات كبرى بينما اكتفى البعض بعقد مؤتمرات صحفية في سباق التنافس على قصر قرطاج وأبانت الحملة الانتخابية التونسية منذ انتلاقها في الثلاثين من شهر أكتوبر الماضي عن تنافس محتدم بين مرشحين اثنين من أصل سبعين وعشرين هم الباجي قايد السبسي مرشح نذاء تونس الذي يدخل سباق مدعوما معنويا بتصدر حزبه نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة والرئيس منصف المرزوقي الذي يصف نفسه برجل الوحدة الوطنية بالرغم من الانتقاذات التي تعرض لها في فترة رئاسته حيث يتهمه منافسه بتلقي دعم غير رسمي من حركة النهضة هذه الأخيرة التي قررت عقب الانتخابات التشريعية الماضية عدم دعم أي مترشح وتشهد تونس تشديدات أمنية وسط مخاوف من هجمات إرهابية محتملة ودعوات بالمشاركة التاريخية القوية في هذا الاقتراع الرئاسي فلأي من المترشحين سيبتسم الصندوق؟ ترجمة نانسي قنقر